اتخاني مع شرين عبد الوهاب وقال عليها مدمنة وبتطعطة حتى من قبل ما تتجاوز حسام حبيب حلم بكرة لعمره مسير للجدل وبيهاجم اي حد ما يعجبوش عمره مهم انه ده فنان مشهور ولا ده موهوب لسه بيبدأ حياته وده اللي كان عامل له مشاكل كتير طول عمره وبعد منتشر خبر وفاته رجع الكل افتكر هجومه وخلافه الكبير مع الفنان عشرين عبد الوهاب وخصوصا انها رجب التريند بقالها فترة بعد طلقها من حسام حبيب يا طرق حكاية خلف حلم بكر وشرين عبد الوهاب وليه فاضل يهاجمها في كل تصريحاته وإيه رد شرين عليه تعالوا نعرف الحكاية الحقيقة ان خبر وفات الملحن الكبير حلم بكر عمل حالة كبيرة من الحزن بنجمهوره في الوطن العربي كله وعشان كده الكل بدأ يفتكر حياته ومسيرته الفنية كمان بدأوا يفتكروا مشاكله مع الفنانين واللي كانت كتير جدا لكن ابرزه هجومه على شرين عبد الوهاب واللي كان سببها انه خايف عليها وعيزها تركز في مستقبلها الفني خلاف حلم بكر مع شرين عبد الوهاب كان ظهر لما بدأت قزمة شرين منطلقها حسام حبيب لحد ما راحت المصحة عشان تتعالج من الادمان ودي القضية اللي كانت قلب الوطن العربي كله وساعتها هاجمها حلم بكر وقال كمان شرين في يوم من الايام كانت عظيمة وكانتها تبقى اعظم انا اللي اقول على العيوبها وهي وقفة على المسرح وكانت عظيمة في البداية ايام ما طلعت مع تامر حسني حلم بكر قال كمان ان موضوع مخدرات شرين عبد الوهاب كان من قبل حسام حبيب ولما تقال ان شرين ادأها كويس على المسرح وما تأثرتش بالشرب طلع وقال انا اللي اقول المطرب هنا بيغني صح ولا لا التعاطي بيفقد الانسان اعصابه وده بيخلي المقام يتهز عندها ولو غنتها تبقى مصيبة وقال كمان ان المقام تهز عند شرين فكزة حفلة طبعا تصريحات حلم بكر عن شرين كانت عملت دجة كبيرة جدا وخلت جمهور الفنانة يطلع ويهجمه وكمان ينتقده وناس قالت له ازاي تقول كده على واحدة من اهم الاصوات في مصر وكمان شرين ساعتها زعلت منه وخدت جنب ومع انه قال عليها عظيمة وهتبقى اعظم لكن هي زعلت منه جدا عشان كده حلم بكر اطلع وبرر تصريحاته وقال احنا عملين ندلع فيها حتى في المصيبة بندعي لها لكن لازم كلنا نقول لها انت غلطي وربنا يفوقك ولما تخفي هنحاسبك الناس مش عارفة تبتهمين وقال كمان انا للي حد اعرفه بقالي اربع ايام قافل علي الباب بخبط اشوفه مت ولا لأ ولو هي عايزة تخفه وترجع تاني زي الاول وترجع لصوابها طول الحقيقة وإلا هنعيش في الكتب ده كله هجوم حلم بكر على شرين ما كانش الاول وما كانتش هي اول واحدة من الفنانين اللي يفتح عليهم النار عشان كده كان دايما اسمه عليه خلاف كبير لكن بعد خبر وفاته الكل بقى حزين عليه خصوصا بعد الازمة اللي حصلت بين اهله لما ابنه طلع واتهم مراته انها حبسته اللي هي سماح القرشي وقال كمان عنها انها خطفت ولاده وحبسته في الشرقية قال كمان ان هي اللي انهت حياته عشان تورس شقته اللي في المهندسين وكمان بسبب تأخير دفن جثته بعض ما حصلت خناء كبيرة بين ارملته واسرته على مكان الدفنة ادعو له بالرحمة والمغفرة